السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخبركم يا ربكم بخير بقى لي أسبوع تقريبا ماشي بالساعتين دول فكرني الموضوع بشعبان عبد الرحيم أما كان لابس ساعة بتاعته والساعة التانية بيقول لهم علشان دي لما حد يسألني الساعة كيف كنت بجرب ساعة كاردو بقى لي أسبوع تقريبا علشان نقلك تجربتي وتعالوا نبدأ العلبة بتاعت الساعة مقفولة من الظهر بلازق كنت فاكره زي المنتجات بتاعة أبل سهل إن انت تفتح الشريط ده ولكن بعد عدة محاولات وقطعته وبقى شكل وحش كده اكتشفت إن هو مجرد منظر وإن انت لازم تستخدم الكطر علشان تفتح القلب جوه العلبة في صورة لألوان الساعة التلاتة مع أحزمة متعددة وواجهات مختلفة للساعة اللي هي بتيجي باللون الأسود والسيلفر والجولد الساعة اللي معايا اللون بتاعها السيلفر ومعاها شاحن وكارت خصمة عشرة في المية على منتجات كاردو وشهاد الضمان وكتاب تشغيل عشان تفعل الضمان هتعمل سكان للQR كود اللي على كارت الضمان هيدخلك على موقع كاردو هتختار تفعيل الضمان وحيطلب منك إن انت تكتب السريال اللي موجود على علبة الساعة وبعد كده هتكتب اسمك رقم الموبايل بتاعك والإيميل وبعد كده هتختار المكان اللي انت اشتريتها منه وتدوس على تفعيل الضمان علشان توصل الساعة أول مرة هتحتاج إن انت تفعل الصلاحيات بتاعة الأجهزة القريبة أو ودي هتدخل على الإعدادات وبعد كده هتدي الصلاحية بعد كده هتروح على البلوتوس وتعمل الاتصال بالساعة وده يعتبر الاتصال الأول اللي عن طريقه تقدر إن انت تستقبل كل الإشعارات تمام زي الفل فيما عدا المكالمات الصوتية لإن دي بتحتاج لتفعيل آخر رخم شوية وحنتكلم عنه ليه هو رخم بعد كده هتكمل بقى تسجيل في البرنامج واللي طبيعي هتدخل اسمك والسن بتاعك والطول والوزد علشان تقدر إن انت تتابع الحالة الصحية بتاعتك التصميم بتاعها خارجيا كده قريب جدا من ساعة أبل يعني لو حطيت الاتنين جنب بعض هتلاحظ الشبه الكبير ما بينهم طبعا مع فارق الحجم الساعة من المعدن الشاشة بتاعتها واحد وتسعة من عشرة بوصة الدقة بتاعتها مقبولة هتحس أحيانا في القوائم كده إنها مبكسلة شوية ولكن الدقة بتاعتها مقبولة على اليمين فيه زرار دوار تقدر إن انت تنتقل ما بين القوائم بتاعتها ولو ضغطت عليه حيرجعك للوجهة الرئيسية عن طريق البرنامج تقدر إن انت تغير ما بين عشرات من الأشكال بتاعت الوجهة بتاعت الساعة كلها أشكال جميلة جدا تقدر إن انت تختار الشكل اللي انت عايزه أما بالنسبة للوظائف اللي موجودة في الساعة فتعتبر لمة كل الوظائف تقريبا اللي الناس بتفضلها زي إياس نسبة الأكسوجين في الدم إياس نبضات القلب وفي نفس الوقت تضافت حتة موجودة في الساعات الغالية وهي إياس ضغط الدم واللي ما نصحكش تماما إن انت تعتمد عليه لإن هو بيدي إياس غريب جدا وملوش علاقة بالواقع ولكنها تعتبر ميزة موجودة فيها مش هتقدر إن انت تستفيد بيها أو إن انت تستخدمها بشكل يعتمد عليه عن طريق الساعة تقدر إن انت تعمل مكالمة أو تستقبل مكالمة ولكن هنا بقى هتحتاج إن انت تتصل لاتصال الرخم اللي أنا مش حبه واللي أنا من ساعة ما بدأت إن أنا استخدم الساعة فصلت الاتصال ده وبعد أول تجربة ليه؟ لإن انت عن طريق الاتصال التاني بالبلوتوث تقدر إن انت تستقبل أو ترسل مكالمات وفي نفس الوقت جودة السماعة الخارجية مقبولة جدا أو جيدة جدا في الأماكن الهادية هتسمع الطرف الآخر بوضوح والمايك بتاعها كويس جدا الطرف الآخر هيسمعك برضو بوضوح ولكن المشكلة كلها بتبقى في الدوشة وده أمر طبيعي إن انت لها هتقدر تسمع وممكن الطرف الآخر ما يسمعكش بوضوح الاتصال ده رخم ليه؟ لإن هو بيحول الساعة لسماعة خارجية يعني أي حاجة هتيجي تشغلها من الموبايل هتلاقي الصوت طالع من الساعة أو من السماعة بتاعة الساعة بالنسبة للإشعارات فإنت تقدر إن انت تستقبل إشعارات من مجموعة ليلة من البرامج أهمها الماسنجر والواتس أب والرسائل وحتقدر تقرأ الرسائل اللي باللغة العربية على الشاشة بكل وضوح ولكن في حتة رخمة كده مش عارف إيه علاقتها بالموضوع في برنامج الماسنجر إن بمجرد ما بفتح البرنامج كل شوية يقعد يجي لإشعار إن انت فتحت البرنامج أو إن الشاتز اتفتحت بتاعة الماسنجر في ملحوظة تانية مهمة لو الساعة ضاعت منك في البيت يعني في محيط عشرة متر علشان تلاقيها انسى قصة دي خلاص يعني ضاعت منك الساعة لازم تدور عليها بنفسك المفترض إن البرنامج فيه إمكانية إن انت تلاقي الساعة بتاعتك ولكن بمجرد ما بتدوس بحث على الساعة بتلاقي الساعة عملت فيبريشن ثلاث مرات وبعد كده كتمت تماما مفيش أي صوت بيصدر منها وبيفضل يدور عليها إلى مالة نهاية لحد ما انت تلاقيها بنفسك فيه مشكلة موجودة في الساعة اللي في الساعة اللي معايا المفترض إن انت في الإعدادات بتروح تعمل تفعيل للساعة علشان أولا ما ترفع إيدك وتبص في الساعة الشاشة المفروض إن هي تنور علشان تقدر تشوف الساعة كام للأسف مفيش الموضوع ده حاولت كذا مرة بالرغم إن أنا أفعل الإعداد ده من البرنامج ولكن واضح إن فيه مشكلة في السنسور بيشتغل أحيانا وأحيانا كتير لأ فأنا مش عارف إيه المشكلة اللي فيه أما بالنسبة للبطارية فهي بتقعد تقريبا من خمس لعشر أيام استخدامه وده يعتبر وقت كويس جدا ولكن عندي ملحوظة برضو تانية أنا ما عنديش رص شاحن إلا بتاعة سامسونج الخمسة وعشرين وط فلما جربت إن أنا أشحنها تقريبا شحنت في ست ساعات وربع تقريبا من صفر المية في المية في ست ساعات وربع وده رقم مرعب والحقيقة مش عارف هل المشكلة في الشاحن الخمسة وعشرين وط ولا المشكلة في إيه ولكن للأسف هو ده الرأس الشاحن اللي كان عندي اللي قدرت عن طريقه إن أنا أشحن به الساعة مبدئيا رأيي فيها حينقسم لقسمين شكله مضمون شكل تاخد يعني تمانية أو تسعة من عشرة زي ما قلت الساعات اللي بتبقى شبيهها الأبل اللي الناس بتميل إليها وبتروح ليها علشان شكلها شيك وفي نفس الوقت المضمون بقى بتاع الساعة محتاج شغل وجهد كبير جدا علشان تطوير البرنامج وتطوير الساعة والوظائف اللي فيها بحيث إن هي تديك أفضل نتائج دي كانت كل حاجة عن ساعة كاردو أتمنى يكون الفيديو مفيد بالنسبة لكم أشكركوا وأشوفكم في فيديوهات تانية في أمان الله